يخيم السكون على ليالي العاصمة الجزائرية خلال 11 شهراً من السنة لكن هذه الغيمة تنقشع في شهر رمضان لتستعيد المدينة الساحلية حياتها وتستحق اسمها البهجة خلال اليوم الرمضاني طويل والحار تقل الحركة في المدينة لكن مع غروب الشمس إذاناً بانتهاء الصيام يخرج سكان العاصمة إلى الشوارع والساحات وحتى الشواطئ للسهر والسمر إلى بزوغ فجر اليوم التالي علينا أن نأخذ في الاعتبار أن الأمر مرتبط بثقافة البلاد الناس مستعدون للخروج في رمضان أكثر من بقية السنة فمثل الأولياء يسمحون لبناتهم من سن 16 و17 سنة بالخروج ليلاً الشيء الذي لا يسمحون به بقية السنة والمطاعم التي لا تعمل في شهر الصيام تتحول إلى مساحات للعروض الفنية إضافة إلى أماكن العرض في الهواء الطلق يسهل كثيراً تنظيم العروض الفنية في شهر رمضان سواء من حيث جلب الشركات المساهمة أو من حيث التسهيلات التي تقدمها السلطات وجميع الفنانين المعروفين اغتنموا هذه الفرصة لإحياء حفلات في السهرات الرمضانية نحن متفائلون بكل تأكيد لأننا نرى التطور الذي تشهده البلاد والشركات الصغيرة التي تزداد انتشاراً وتعمل على تنظيم النشاطات بشكل مختلف وأعتقد أن هذا الأمر سيتطور شيئاً فشيئاً وفي The Island هذه المساحة المطلة على البحر وغير البعيدة من ميناء الجزائر عبر شاب عن بهجته بما يقدم في شهر رمضان عندما أنهي دوامي في الأيام العادية لا يوجد مكان أذهب إليه ولكن في رمضان توجد عشرات العروض كل يوم وهناك برنامج للأنشطة وحتى المصلين الذين يحرصون على أداء صلاة الترويح لا يعودون إلى بيوتهم بعد انقضائها بل يكملون سهراتهم وهو ما لا يتاح في غير هذا الشهر